تحتفل تونس اليوم على غرار بقية دول العالم باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس من كل سنة وقد أعربت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أصدرته اليوم بالمناسبة عن امتنان تونس لكل المجهودات المبذولة من سائر الأطراف التي تراهن على المرأة لصنع التقدم الشامل والتسريع في وطيرته وجددت الوزارة في ذات البيان إكبار تونس لنضال المرأة الفلسطينية في مواجهة جرائم الكيان الصهيونية المحتلة ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره متوجهة بتحية تقدير إلى كل النساء التونسيات داخل تونس وخارج حدودها بذات المناسبة التي تنتظم هذا العام تحت شعار الاستثمار في المرأة لتسريع وطيرة التقدم ولاحظت الوزارة في البيان أن هذه المناسبة الأممية تعد موعدا سنويا لتقييم المنجز على المستويين الوطني والجهوي للنهوذ بأوضاع المرأة التونسية ودعم حقوقها انتصارا لقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرس بين الجنسين وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة في مجال المرأة وللتأكيد أيضا أن ما تم تحقيقه من مكاسب وإنجازات لفائدة نساء تونس وفتياتها إنما هو ثمرت خيار استراتيجية راهنت عليه تونس منذ الاستقلال